بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفاء ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحاب أهل الصدق والوفاء أيها المشاهدون الأفاضل أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج بيان وتبيان سؤال هذه الحلقة يتمحور في الآتي قال الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين يقول السؤال لماذا تقدم مفعول الفعل نعبد والفعل نستعين إياك لماذا تقدم فعل العبادة على فعل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين لماذا كرر الضمير إياك مرتين إياك نعبد وإياك نستعين لماذا أطلق فعل الاستعانة ولم يقيده بمقيد معين للإجابة على هذه التساؤلات أقول وبالله التوفيق تقدم مفعولا الفعل نعبد والفعل نستعين للاستعين إياك إياك نعبد وإياك نستعين لم يقل نعبدك أو نستعين بك لماذا لأنه لو قال نعبدك ربما تبادر إلى الذهن أنه يعبد ويعبد غيره والعياذ بالله وإذا قال نستعين بك فربما يتبادر إلى الذهن أنه يستعان به ويستعان بغيره لكنه لما قال الله عز وجل إياك نعبد حصر العبادة فيه دون غيره وهو الله سبحانه وتعالى وإياك نستعين حصر الاستعانة فيه وحده دون غيره لأجل ذلك تقدم فعل تقدم مفعول نعبد فقال عز وجل إياك نعبد للاختصاص وتقدم مفعول الفعل نستعين إياك نستعين كذلك للاختصاص هذا السؤال الأول السؤال الثاني لماذا تقدم فعل العبادة على فعل الاستعانة لماذا قال الله عز وجل إياك نعبد فبدأ بالعبادة أولا ثم بعد ذلك قال إياك نستعين أتدرون لماذا لأن العبادة هي أصل هي السبب في وجود الإنسان على وجه هذه البسيطة قال الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فكان تقديم العبادة على الاستعانة مراعاة للأصل الذي خلق لأجله الإنسان أما السؤال الآخر لماذا كرر الضمير إياك مرتين لماذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى إياك نعبد ونستعين ولكنه قال إياك نعبد وإياك نستعين لماذا هذا التكرار نظر أنت إذا قلت لإنسان ما إياك أحفظ وإياك أرعى إذا قلت له إياك أحفظ وأرعى أيهما أقوى لا شك أن الأقوى إذا قلت لإنسان ما إياك أحفظ وإياك أرعى لهذا قال الله عز وجل مكررا إياك مرتين إياك نعبد وإياك نستعين للدلالة على القوة والدلالة على التأكيد أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل وأن الاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى هذا من ناحية من ناحية الأخرى أنه لو قال إياك نعبد ونستعين ربما تبادر إلى الذهن أن الله عز وجل لا يعبد إلا بهتين الصفتين بالعبادة والاستعانة ولكن الحق سبحانه وتعالى قد يعبد بعبادة خالصة معينة وقد يكون مستعانا به سبحانه وتعالى في عبادة أخرى فلا يتعبد الحق سبحانه وتعالى بعبادة بعينها أو باستعانة بعينها وإنما كل شيء له اختصاصه وكل شيء له مكانه أما السؤال الآخر لماذا أطلق فعل الاستعانة؟ لماذا لم يقل الحق عز وجل في إياك نستعين؟ إياك نستعين بكذا إياك نستعين على العبادة إياك نستعين على الطاعة لماذا لم يقيد الاستعانة وإنما أطلقها؟ السبب في ذلك أنه لو قيد الاستعانة في أمر معين لطلبنا الاستعانة منه فقط في هذا الأمر المقيد فلو كان الاستعانة إياك نستعين بك على الطاعة لطلبنا الاستعانة من الحق سبحانه وتعالى على الطاعة فقط دون غيرها ولو كانت الاستعانة مقيدة بالعبادة إياك نستعين على العبادة لطلبنا الحق عز وجل أن يعيننا على العبادة دون غيرها لأجل ذلك جاءت الاستعانة مطلقة غير مقيدة بأمر معين هذه الأسئلة تؤدي بنا إلى تساءل آخر الله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك قال اهدنا لو كان في غير القرآن لكان من المتوقع أن يقال إياك نعبد وإياك نستعين وإيانا اهدي لكن الحق سبحانه وتعالى لم يقل إيانا اهدي وإنما قال اهدنا لما؟ لأنه لو كان كذلك لو قال الحق عز وجل إيانا اهدي أو إيايا اهدي لطلبت الهداية لك دون غيرك أو لطلبنا الهداية لنا دون غيرنا ولكننا نحن جميعا نطلب الهداية لنا ولغيرنا فنحن نطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي غيرنا وأن يرشدنا وأن يرشد غيرنا لا نحتكر الهداية لأنفسنا فلو كان الأمر كذلك لكانت الآية جاءت على غرار الآيات الأخرى إياك نعبد وإياك نستعين وإيانا اهدي أو إيايا اهدي لكن الأمر ليس كذلك لأن الهداية عامة شاملة مطلوبة لأي إنسان على وجهه هذه الأرض فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العبادة وأن يعيننا على الهداية وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نلتقي وإياكم في حلقة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة